مرحبا الحين بنبدأ نكامل على الدرس اللي راح اللي هو تقسيم السعرات الحرارية على الماكروز أنا عندي التوتال قلنا مثلاً المفروض أني أكل 1300 كالوري في اليوم أو 1400 كالوري في اليوم سعر حرارية عشان أخسر وزن أخسر مثلاً كيلو في الأسبوع فعندي هذول أوزعهم السعرات الحرارية أوزعهم فأوزعهم قلنا زي أن الدهون تكون أقل حاجة وعندنا البروتين تكون أقل حاجة والكاربز أوزعهم زي ما أحب طيب هذه بالنسبة النسب اللي أوزعها تختلف اختلاف أهداف الشخص يعني هو يبغي يزيد ويبغي يبني عضلات أو بس يبغي يخسر وزن يخسر دهون يختلف الحسبة تختلف بشكل عام البروتين لازم يكون مرتفع لأن السعرات اللي تيجي من البروتين الجسم بيستخدمها فيه بتنحرق أصلاً يسموهم أحياناً نيجاتي بكالوريز فأنا هذي الكالوريز اللي مثلاً تيجي من الكاتصدر دجاج معظمهم بروتين فجسمي يستخدم هذه البروتين في أنه يعيد بناء جسمه عشان شعري يكثف عشان يتجدد السكن وهذه الأشياء يعني فالسعرات اللي يجي من البروتين حلوة نحمحنا البروتين دائماً عشان هو يساعدنا من حرقهم من حرقهم السعرات فكم من نسبة البروتين أنا مثلاً لو قلت أنه مثلاً يعني وزن لوزة 63 63 ضرب واحد بين ثمانية وأحسب كم جرام بروتين في اليوم اللي يبقى عندي اللي هو 30 بالمئة بروتين من الأكل يبقى عندي 60 إلى 70 أوزاها حسب إناس تحب الدهون وناس تحب الكربس أولى غيرات وأنا أوزعهم جنيناً خاربس لتكونن�rdم تعتبر أحسن وأحس من كجرامة tell and then الكربووا shovel تعتبر أحسن لماذا؟ Yuultur طاقا التعبؤ��는 لأن السعرات الحرارية التي يجب من tune يعني ace 4 فundo من truck барهار وج palate فقصق التعب ف Wish love نفس الشي فيه كاربز أكثره فهو يعطي حجم للأكل ويعطي يعطي له نكهة يعني يعطي له طعم أكثر من دهون بناء العضلات أو لعبة كمال الأجسام يحتاجوا بروتين أكثر فهم أكثر من هذه النسبة أكثر من ثلاثة جرام عشان يبنوا عضلات أكثر طيب لكي نصل للنسبة المطلوبة يجب علينا دائما أن نضيف البروتين في جميع الوجبات كعنصر أساسي عشان نوصل لكمية البروتين بروتين مقليلة فلازم أنا في الفطور أكل بروتين أكل بيض مثلا تعرفون إذا مر عليكم أحد عندكم في العائلة يعني سوى لعبة هذه كمال الأجسام يعني تشوفوا يأكل بيض كم بيض بيض يعني بيض مسلوق ما أدري كم ثمان بيضات بيض ما أدري كم فيأكل بروتين كمية كبيرة يعني فإحنا نحط بروتين في الفطور بيض مثلا في الغد نحطه مع دجاج مع رز بعدين في العشرة نرجع نأكل بروتين ساماك والله واتفر إضافة الخضربات والسلطة ضروري من أجل حصول على الفيتامينز والمعادن اللي هي المايكرونيوترينز يعني وكل ما نوعنا في الأكل في أنواع الخضار كده يعطونا فيتامينز مختلفة تقليل متناول الفواكه لأنها غنية بالكاربوهايدرات والسكريات يعني هم مثلا بالذات اللي يبغوا ينزل وزاني تصعهم مثلا يأكلوا حبة فاكهة وحدة كمثرة أو تفاح هم اللي فيهم أقل يعني شوية ناشويات أقل من الموز مثلا والمنجة أقل السكر فيهم فتحاول تقلل الفواكه ويفضل عادة ما نشرب عصير فواكه ناكل فاكهة نفسها عشان فيها ألياف طيب أنا لما أطالع هنا في هذا الصحن المفروض يسمي من شنو يتكون أول حاجة زي ما قلنا هذي براوند رايس أو هول ميل براد اللي فيها دايما الاشياء هذي اللي فيها ألياف وكذا يعني اللي في عندني براوند رايس العيش البني وفيه هذي الحبوب الكاملة الخبز الحبوب الكاملة يكون ربع الوجبة وفيه بعدين هنا ربع يكون مثلا زي شنو توفو هذي توفو حاجة حق الناس النباتيين اللي ما يأكلوا ما يأكلوا لحوم في طوم توفو ناكل سماك صدور دجاج لحوم هذي الاشياء هذي منها البروتين وهذي الكاربوهايدرات بعدين عندي الفروتان فيجتابل تكون نص الوجبة وشنو بعد نحتاج لازم نشرب ماي على طول ويوز هلثي اويل هلثي اويل عندنا زيت وزيتون وفيه يعني مثلا الاشياء الغنية بالدهون مثل الافوكادو وهذي السالمون اللي فيها وبعدين بي اكتف بس هذي هي لها طيب لات ترجمة نانسي قنقر